تثبت الأيام أن القوات المسلحة المصرية الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري وواحدة من أعظم جيوش العالم تملك رجالاً لا يعرفون المستحيل وعقولاً لا تعرف لكلمة الاستسلام سبيل جيش وطني لا تعرف عقيدته سوى الفداء والأمانة والشرف فكان ولا يزال محط تقدير كافة دول العالم ويعد نصر أكتوبر 73 شاهداً على نجاحات وقدرات غير مسبوقة حيث سطر الجيش المصري بحروف من ذهب اسمه كأحد أبرز الحروب في العصر الحديث هي حرب نفذت خلالها كافة أنواع التخطيط والتدريب والتنفيذ والخداع الاستراتيجي وتحت شعار الجهد في التدريب يمنع الدماء في المعركة بدأت القيادة السياسية المصرية التجهيز للحرب بعد هزيمة 67 حيث قامت من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء صفوفها في وقت قياسي فبعد ست سنوات فقط نجحت في خوض المعركة وتحقيق النصر ونجحت مصر في إنشاء حائط الصواريخ المضاد للطائرات على طول خط المواجهة مع إسرائيل وفي العمق المصري وتم بنائه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحمى الجيش أثناء حرب أكتوبر 73 استغرق بناء حائط الصواريخ 40 يوماً وكان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي المدفعية المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ وأجهزة الرادار والإنذار إضافة إلى مراكز القيادة المشتركة التي أنشأتها مصر عام 1970 بهدف صد الهجمات الجوية الإسرائيلية وكان لهذا الحائط دور كبير في تحييد القوات الجوية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 73 مما سهل عملية العبور وابتياز خط برليف وإتاحة رؤوس الكبار على الضفة الشرقية لقناة السويس حيث كانت العقبة الرئيسية أمام القوات المصرية هي تفوق الطيران الإسرائيلي ونجحت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعادة الروح المعنوية للمقاتلين بعد هزيمة 67 كما لعب الشعب المصري دورا هاما في الوقوف خلف قواته المسلحة مدافعا عنهم ومطالبا برد الاعتبار والذي جاء سريعا بعد ست سنوات فقط من تلك الهزيمة كما عملت القيادة السياسية على إعادة تسليح الجيش المصري ورفع القدرة القتالية لأبطال القوات المسلحة وإجراء محاكاة للحرب من أجل تأهيل القوات لتنفيذ المهمة الأصعب في التاريخ المصري والتي لعبت خطة الدفاع الاستراتيجي خلالها النقطة المحورية للفوز بالمعركة وجاء يوم السادس من أكتوبر كالصاعقة على رؤوس الإسرائيليين وقادتهم وكان كزلزال الذي هز إسرائيل كثيرا حيث انطلقت الطائرات المصرية في عمق سيناء لتدمر المواقع الاستراتيجية بها وفتحت أبواب النصر العظيم أمام القوات المصرية في عبور قناة السويس وتحطيم خط برليف المنيع لتسترد مصر أرضها وكرامتها وتلقن الإسرائيليين درساً لم ينسوه وتهدم نظرياتهم في الأمن وتقطع ذراعهم الطولة ولتكون حرب 67 هي بداية النهاية لهذه القوة الإسرائيلية كما أعطت القوات المسلحة المصرية دروساً في الروح المعنوية العالية التي استطاعت خلال ست سنوات فقط أن تعيد بنائها وتثبت أن هزيمة 67 لا تتحملها هذه القوات العظيمة جاءت اليوم ونحن مرفوعة هامات مرتفعة راياتنا ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد اشتركوا في القناة